ومن دبي ينضم إلينا الآن المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية ساموال ويربارك سيد ساموال أهلا بك على شاشة الحدث في هذه التغطية المستمرة لتطور الأبرز في المنطقة ضربة يعتقد بنا إسرائيلية على الداخل الإيراني منطقة أصفهان تحديدا أعلم بنا وزير خارجية الأمريكي سيد ساموال كان قال إنه لا معلومات يمكن أن تقال أو لا تفاصيل إضافية أو لا تعليق إضافية أمريكية حول الضربة أو حول تحديدها ولكن ما الذي يمكن أن يقال أمريكيا حول ما جرى اليوم فجرا إذن مساء الخير وشكرا لك سارة شكرا للقناة الحديث على الاستدافة وليس هناك أي تفاصيل ممكن أن أضيف إلى ما قال الوزير اليوم بنسبة هذه الدربة الأخيرة الولد المتحدة لديها الأخبار حول هذه الدربة ولكن الولد المتحدة لم تشارك ولا تشارك ولا تشارك ولا تشارك في أي هجوم من إسرائيل أو هجوم بتنسيق من إسرائيل ضد إيران والولد المتحدة ليس لديها أي نية في تصايد في المنطقة ولذلك الولد المتحدة شاركت في هذا البيان المشترك ما مش متسبة اليوم عندما كنا ندعو بتنسيق مع هذه الدول الأخرى في مش متسبة للإثنين للإيران وإسرائيل أن خفض تصايد في المنطقة جميل سيد سامويل تحدثنا عن وزير خارجي الأمريكي أنتوني بلينكين الذي تحدث في هذا المؤتمر عن أنه لا يريد الحديث عن الكثير من التفاصيل ولكن قبل ذلك بلحظات فقط وزير خارجي الإيطالي قال أنه تم إبلاغ الولايات المتحدة الأمريكية بالضربة في اللحظات الأخيرة تعليقكم إذن إذا تريد أن تستريف الناطق الرسمي من الهكومة الإيطالية لكن أنتم المعنيون سيتصور أنا أعرف أنا أسمعت هذا الخبر وليس هناك أي شيء ممكن أضيف إلى ما قال الوزير بلينكين إذن بالنسبة له خبر أنا قرأت المسؤولية الإيطالية قالت أن الولايات المتحدة سمعت الخبر خلال هذه الأمريكية ولكن هاته الآن ليس لدينا أي تعليق رسمي من الإدارة من واشنطن إذن ليس هناك أي تفاصيل ممكن يصعب توقع بأن وزير خارجي الإيطالي كان يتحدث عن معلومات غير دقيقة نعلم بأنكم لا تريدون الحديث ولكن في كل الأحوال أستضيفك أنت سيد ساموالو أسألك حول هذه النقاط المتعلقة بالمواقف الأمريكية بالتأكيد نريد أن نفهم أكثر الموقف الأمريكي الآن بصرف النظر عن عدم رغباتكم في التعليق على تفاصيل الحادث ولكن تعلمون الكثير من التفاصيل حوله وتقولون أنكم لم تشاركوا في الضربة ولا تريدون التصعيد كيف يمكن أن نفهم معادلة عدم التصعيد في المنطقة بين إيران وإسرائيل بحسب وجهة النظر الأمريكية بالتأكيد نعم إذن كما ذكرنا الولد المتاهرة تبذل كل مفوسائنا لخفر التصعيد يبدو أن البلدين إيران وإسرائيل الأثنين سمعت من كثير من الدول الدولة التي لديها تواصل مع إيران والدولة التي لديها تواصل مع إسرائيل كل هذه الدول قالت نفس الشيء للإثنين حان الوقت لان لخفر التصعيد بعد ست شهر من هذه الحرب المندمرة في جازا مع كل التحديدات من جماعة الهوثي بالنسبة للأمن في البحر الأحمر لا نريد أي مننا في المنطقة أو لخرج من المنطقة أي تصعيد آخر ولذلك نحن نبدو لكل مفوسائنا لخفر التصعيد هل وصلتكم أي رسائل من الجانب الإيراني أعلى ليس بطريقة مباشرة بالتأكيد ولكن عن طريق الوسطى والطرق والمسارات البديلة هل وصلتكم أي رسائل من الإيرانيين بأنهم كذلك لا يريدون التصعيد؟ إذن ليس في هذه الساعة الأخيرة ليس هناك أي رسالة ممكن أنا أكون بإعلان عنها سمعنا من الوزاة الخارجية والبيت الأبيض كانت هناك رسالة مواجهة من إيران إلى الولادة المتحدة عبر أطاقة سويسرا بعد بدأت إيران هذه الحجمات الإرحابية الصاروخية وعبر الطائرات بدون طيار في نهاية الأسبوع ولكن أكثر من ذلك ولا أخرج من ذلك ليس هناك أي رسالة أخرى من إيران ماذا عن الإسرائيليين؟ وهذه بطريقة مباشرة بينكم وبينهم إذن نهن في التواصل مع الإسرائيليين ليس يوم باليوم ولكن دقيقة بدقيقة أو ساعة بساعة بنسبة كل المستجدات في المنطقة لأن الآن ما زال دول الإسرائيلية تكون بهذه الردود الفعل للهجمات الإرحابية من هماس من 7 أكتوبر والآن لديها هذه التحديدات الأخرى من إيران إذن نهن دائما في التواصل مع الإسرائيليين عبر السفراتنا في القدس ولا عبر السفراتهم في واشنطن إذن هذا ليس هناك أي شيء جديد وأنهن دائما سنكون في التواصل مع الإسرائيليين نعم ولكن حاولتم أن تقنع الإسرائيليين والعواصل الغربية ككل واشنطن بينها حاولت إقناع الإسرائيليين بضرورة عدم التصعيد هل سمحتم شيئا هل نجحت هذه المساعي الأمريكية أولا ثم الغربية ثانيا إذن ممكن من المبكر أن نقول أن قلنا ليس فقط الولد المتعيد نعتقد أن الهكومة الإسرائيلية سمعت نصر الرسالة اليوم من مجموعة السبعة وأيضا من الدول الأخرى في المنطقة وخرج من المنطقة ولذلك من المبكر أن نقول أن هل وصلنا إلى حال أحسن عندما سنرى خفض التصعيد أو حدوء إلى هد ما إذن من المبكر ولكن نحن نتمنى من وجه النظر الولد المتحدة نتمنى لأن لا تريد هذه الإدارة أن ترى أي تصعيد آخر نعم بعد ما حدث اليوم سيد سامويل بحسب اعتقادك أو بحسب القراءة الأمريكية أو ما تراه واشنطن من المؤشرات هل انتهت الأزمة مسألة الرد والرد المضاد بين إيران وإسرائيل اليوم أم أن التصعيد محتمل نتمنى انتهت هذه المستجدات السلبية نتمنى ولكن ممكن لازم وحير لهذا السؤال المهل السياسي لا سيد سامويل أتحدث عنكم كإدارة أمريكية كوزارة خارجية لديكم معلومات من الجانبين بطريقة غير مباشرة من الإيرانيين عبر السويسريين وبطريقة مباشرة مع الإسرائيليين نعم ولكن لازم ندرك يا سارة في نهاية المطاف إسرائيل هي الدولة منفصلة لديها سيادة وإيران هي دولة منفصلة لديها سيادة إذن ليس من الممكن لولة المتاهرة تفرد إيراداتها على أي من الجانبين إذن نحن في تواصل لا تفرد إيرادات ولكن هناك مصالح مع الجانب الإسرائيلي هناك دعم كبير أمريكي للجانب الإسرائيلي وبالتأكيد تأثير على بعض الملفات ويعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية في الكثير من الملفات بداية من غزة ما يجري الآن وصولا إلى ما يجري في إيران لهذا أسألك أنتم كإدارة أمريكية تعتقدون أن ما يجري وأنتم معنيون بالشرق الأوسط كنتم تناقشون الأمس فقط مسألة الشرق الأوسط انتهت الأزمة أم تخشون جديا من أن الأزمة مشتعلة ومستمرة نعم كما ذكرنا نحن نبذل كل ما في وسائلنا لإنهاء هذه الأزمة ولنرقز على الوضع في كتاك وأيضا التركيز اللازم على المحاولة لمنع جامعة الهوثي من هذه الهجمات الأخرى الإرحابية ضد الصفون في التجارة العالمية إذن لدينا أزمة كثيرة في المنطقة ولا نريد أن نرى أزمة جديدة إذن نعم نحن نبذل كل ما في وسائلنا ليس من الممكن أن ننتهي بأي نتيجة بالنسبة لماذا سيحدث بكرة أو بعد بكرة ولكن نحن نركز على كل جهود الأزمة وكل التواصل الأزمة لخفض التصايد في المنطقة نعم أنتم معنيون سيد سامول دعنا نتحدث بصراحة الآن بدون الحديث أن إسرائيل دولة قائمة بذاتها ويران دولة قائمة بذات هذه أمور تحتدون على قولها ولكن أنتم معنيون بما يجي في المنطقة نشرتم حاملات للطائرات في المنطقة بعد السابع من أكتوبر بعد التصعيد والحر في غزة وقلتم بأن الولايات المتحدة الأمريكية أو بأن هذه الأسلحة ستكون جاهزة في حال تدخل جهات أخرى هذا كان تصرح رسمي كذلك أنتم دائما تقولون بأنكم معنيون بأمن إسرائيل وهذا تشددون عليه دائما كيف تفسرون الآن بأن الولايات المتحدة الأمريكية إلى غاية الآن غير منخرطة عسكريا في هذا التصعيد وحتى بلينكن اليوم يقول لم نشارك فيه كيف تفسرون الأمر إذن ممكن الجواب في سؤالك بمعنى أن نحن قمنا باستعمال كل هذه الأدوات السفون الأسكرية والأدوات التي لدينا في المنطقة لمشاركة في الأملية لإسقاط كثير من جزء كبير من السواريخ والمسيارات التي إطلقتها النظام الإيراني في نهاية الأسبوع هذا بالزبط لماذا نقلنا هذه المواد الأسكرية والسفون وهذا ناقل الثائرات للمنطقة منذ شهور لمنع إيران من هذا النوع بزبط من الهجمات سيد ساموال يبدو صعبا أن يصدق أو أن يعتقد شخص بأنكم مع كل هذا الوجود والدعم لإسرائيل ووجود هذه الحاملات حاملة الطائرات وتهديدكم ببيئة التدخل وأنكم لستم جزءا رئيسيا مؤثرا فيما يجري إذن صعب لندع المسؤولية على الطرف الذي يكون بحماية الاستقرار والأمن في المنطقة ولا ندع المسؤولية على المكان الأنصب وهذا إيران إذن من يكون بتمويل حركة حماس هذه الحركة الإرحابية التي إطلاقات هذه الحركة الإرحابية سيد ساموال لا نتحدث عن المسؤولية أعذرني عن المقاطعة لا أتحدثون عن المسؤولية ولكن أقول بينكم بدرجة ما بالتأكيد مؤثرون على ما يجري الآن أو على القرارة الإسرائيلية على الأقل أنا لا أريد أن أقول أن الولد المتاهدة متأثرة لدينا علاقة ولدينا علاقة مع الإسرائيليين وهذه العلاقة الجيدة تسمح لنا الأمكانية لنترى العاسرة صعبة عليهم ونسمى منهم ونعطيهم النسائح ونحن نستمر في ذلك ونحن بالمسيق مع إسرائيل وفرنسا والمملك المتاهدة ودول أخرى قمنا بإسقاط هذه الهجمات الإرحابية من إيران نهاية الأسبوع الماضي ونحن نستمر في ذلك نعم جميل في مسألة التنسيق مع الدول الغربية وذكرتم من الأوروبيين العقوبات التي فرضت على إيران من قبلكم من قبال البريطانيين أتحدث عنكم أنتم كالولايات المتحدة الأمريكية هل تعتقدون أو كيف ستساعد في تحقيق تخفيف التوتر في المنطقة إنه العقوبات واحد من الأضوات لدينا وكما رأينا في السنوات الماضية مثلاً عندما فرضنا أقوبات على بعض المؤسسات والبرنامج نوي الإيراني هذا عدت إلى إيران ذهب إلى طاولة المفاوضات في 2015 واتفقت على الاتفاقها والبرنامج نوي إذن نحن نرى إنها بدون شك هذه الأقوبات لديها تأثيرات لا نتوقع إنها هذه الأقوبات ستكون لديها نتيجة اليوم بين اللير ودوهاها ولكن هي جوز مهم من الدغط والآليات وأدوات لدينا لدغط على النظام الإيراني ونرسل الرسالة واضحة ليس فقط للإيران ولكن للدول الأخرى التي تشارك وتساهم في التمويل والدعم إيران في تطوير هذه الصواريخ والمسيرات والدرونز نعم دعني أنقل وجهة نظر مختلفة الآن وربما حتى إيرانية يعتقد ربما بين تسليط العقوبات أفرض عقوبات مشددة ربما سيكون مؤثراً بطريقة عكسية ليس على الصراع مع إسرائيل بين إيران وإسرائيل الآن ولكن ربما حتى على ملفات مستقبلية كالتفاوض النووي كيف تردون؟ إذن هناك محامين كثيرين داخل وزاة الخارجية وداخل وزاة الخزان الأمريكية لديهم الأمكانية لنفرق ونفرد وفرد العقوبات على المواسسات اللازمة والوردة المتهرة في هذه الإدارة لا نفرد أقوبات أشوائياً لا نحن ندرس الموضوع ندرس من لديهم المسؤولية على حدث وحدث آخر ونفرد الأقوبات اللازمة والمستهدفة ولذلك كمنا بهذه الأقوبات الأخيرة ضد فقط المؤسسات الإيرانية التي سهمت في تصنية وشن هذه الحجمات الإرحبية الصرخية الأخيرة إذن لدينا الأمكانية ما تقصدون؟ هذه كيانات المؤسسات من تقصد؟ الوزارة الدفاع الإيراني والمؤسسات الحرس الثوري والشركات والمؤسسات التي تساهم في تصنيع هذه الصواريخ داخل إيران نعم وتعهدتم بفرض المزيد من العقوبات مستقبلاً أو تحدثتم على الأقل حول هذه النقطة؟ أهلونك؟ نعم الولد المتاهدة لن تتردد في استعمال أقوبات أو فرض أقوبات أخرى إلا من لازم الأمور ولكن في نص الوقت كما ذكرنا الولد المتاهدة لا تفرض أقوبات أشوائياً لا إذا هناك سبب نحن نرى أن هناك نتيجة من الأقوبات سنستعمل هذه الأدوات نعم في سؤالي الأخير بالنظر دائماً إلى ملف العقوبات يقال أنكم فرضتم عقوبات أو فعلاً أنكم فرضتم عقوبات على الحرس الثوري ولكن على الأرض أو على البحر حقيقة لم يظهر شيء الحوتيون في البحر الأحمر يهددون الملاحة الدولية وقبل ذلك في الداخل اليمني مع كل الانتهاكات في الداخل ما الذي يجعل العقوبات على إيران الآن مختلفة؟ مؤثرة فعلاً على هذه الدولة إذن كما ذكرنا يا سارة نحن نرى أن الأقوبات لديها كانت ومازال لديها تأثيرات هي من الأدوات لدينا ولكن هي ليس الجواب الكامل لا لازم نستعمل الأدوات الأخرى ومن أهم شيء لدينا في هذه الإدارة واسمعنا ذلك من رئيس بايدن من بداية إداراته الأحمية لنجدد علاقاتنا التقليدية وهذا ما قامت بها هذه الإدارة من يوم الأول من البيت الأبياد إلى الوزارة الخارجية ووزارة الدفاع مجلس الأمن الكومي قمنا بتجديد هذه الألاقات التقليدية في هذه المنطقة ومناطق أخرى وعندما نأخر في العين الإتبار هذا البيان المشترك من المجموعة السابعة اليوم شوف كيف نحن نتكلم وحاول كل هذه الآزمات والرواب بينها لأن كل هذه الهلفاء التقليدية تدرك أن نحن أمامنا نص التحديات المشتركة نعم شكرا كنت معنا من دبي المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية ساموال ويربك شكرا جزيلا شكرا